السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وخير بدء الخير حديث والصلاة على النبي المصطفى الهادي كل سنة وحضراتكم طيبين وده ما وعدنا مع الحلقة التانية من شرح برنامج واندر شير في المورة في المورة واحد من افضل برامج المنتاج تكلمنا في الحلقة الاولى من شرح البرنامج عن اعدادات المشروع والاعدادات المهمة اللي ممكن تعملها في البرنامج وتساعدك بصورة كبيرة وعن قوائم الملفات وطرق جلب الملفات للبرنامج وكمان تسجيل الشاشة وتسجيل الصوت وبدء العمل وشرحنا ازاي تعمل مجموعة من الاختصارات وكان شرحنا على الطايم لاين ولكن لم يكتمل لطول مدة الفيديو فان شاء الله الفيديو ده هيكون فيديو قايم جدا هنشرح فيه مجموعة كبيرة جدا من الخيارات احنا دلوقتي فتحنا البرنامج خلاص بالشكل ده كده هنقدر نعمل امبورت الملف عن طريق مجموعة من الخيارات اللي تكلمنا عنها قبل كده وممكن تعمل امبورت فولدر على بعض وتجيب فولدر من الملفات تختار وتجيبوا الملف بالطريقة دي هتلاقي كل حاجة مصنفة زي ما انت شايف قدام عينين حضرتك هنا عندك مجموعة من التركات اللي تكلمنا عنها واللي شرحناها وتكلمنا عن طريق الظهورها على ملفات لو جبنا اي ملف وحطناها على البرنامج كده سحب وإفلات هنلاقيه ظهر معانا مباشرة على ملف الملف ده مكون من حكتين صوت وصورة لو جبنا ملف الصوت هنلاقي ملف الصوت مختلف شوية على توافق البرنامج هنلاقي ملف الصوت ظاهر بطريقة مختلفة طيب لو انا عايز الصوت ده يظهر بطريقة مختلفة يعني انا عايز اول حاجة عايز اعملها على الطايم لاين انا قدام مني حكتين مجموعة من الخيارات اللي موجودة هنا كده قدرنا نتحكم فيها من خلال الفيديو اللي قدام عيني ومجموعة تانية من الاجراءات اول حاجة انا عندي الفيديو ده مكون من حكتين صورة بتحرك قدام عينيك كده زي ما انت شايف وصوت لو انا عايز افصل الصورة عن الصوت عشان اقدر ان انا اشتغل على كل تراك لوحده ممكن اعمل كليك يمين واعمل حاجة اسمها او فاصل الصوت ودي طبعا الاختصارات دي قدر انت تعبدلها زي ما انت عايز توصلها للي انت عايزه من الاجراءات انا دلوقتي عملت فصل بقى كل واحد فيهم في تراك مختلف طيب ده هيفيدني بايه ده هيفيدني بحاجة كتر جدا قدر ان انا تحاكم بقى في كل تراك امسك كل تراك لوحده وحركه افصل الصوت عن الصورة شايف انت كده ممكن ان انا احرك ده في بعيد عن ده شوية تلاقي ان ما فيش اي تناسب اثناء الشغل طبعا الحاجات دي بديك تأسيرات حلوة وبتساعدك كمان في ترتيب الصوت بالطريقة اللي انت عايزها جوه البرنامج لو جينا هنا كده انا مش سمع اي صوت لي لان انا عندي حاجتين انا عندي في تراك الفيديو في حاجة اسمها افل هنا كده ممكن ان انا اقفل التراك ده التراك ده انا شايفه بس مش قادر ان انا اعمل في اي عملية من عملياتي تعدلات لا قادر اقبره ولا صغره ولا احركه ولا اصه ولا عمل اي حاجة فيه وفي هنا حاجة عملية العين ان انا مش قادر ان انا شوف حتى الفيديو لو الفيديو قدام مني ده تحت منه حاجات تانية موجودة على الطايم اللي اللي عايز ان انا شوفها فقادر ان انا اتحكم في العين دي بحيس ان انا اخفي الفيديو من قدام عيني ومع الصوت نفس الطريقة قادر ان انا اقفله وقدر ان انا اخفي او ما اسمعوش معنا دقل ان الصوت لا يرى ولا كنت اسمع فقدر ان انا اقفل الصوت بالشكل ده كده لو شغلنا الفيديو كله كده طبعا انت ممكن تشغل وتشوفوا الفيديو هو مقفول ولكن وهو مخفي مش هتشوفه ولا هتسمع اكتر لان الفيديو الجاي احب التعليقات الجميلة وطبعا الحاجة دي مميزة جدا تعلينا كده الفصل طيب انا دلوقتي عايز ان انا اشرح كمان نقطة مهمة جدا على التايم لاين تحديدا في عادة كبير جدا من الناس بيواجه مشكلة طيب انا جبت فيديو وضفته هنا كده على التايم لاين لقيت ان الفيديو بتاعي ظاهر في اجنب سوداء زي ما انت شايف كده ازاي ان انا اقدر اتحكم في الاجنب السوداء لو الفيديو اللي معايا ده متناسب يعني حجمه قريب من حجم الفيديو اللي قدامي ده ولكنه متناسب ففي حل سهل الحل ده ممكن توصله من هنا من هنا كده ويممكن توصله من كل حاجة ممكن توصله بطريقين سهلين جدا الحاجة الاولى في حاجة اسمها كروب توفيت يعني اصل الفيديو على حجم الشاشة شايف انت الفيديو تحول ازاي شكل الفيديو راح اعمل ازاي رجع ازاي هنا حالين ممكن ادوس كنترول زد او ادوس تراجع من هنا كده طيب انا رجعت لا انا عايز اشيل الاجناب السوداء او عايز احدد جزء معيه من الفيديو عايز اعمل الحاجة دي بطريقة او مانوال اقدر اعملها بشكل يدوي بحيس انها تظهر بطريقة صحيحة كل اللي هعمله كليك يمين على التراك اللي معايا ده وهاجي على لا لا هعمل حاجة زوم وهاجي هنا كده لو جيت هنا برضو تحكم هلاقي التحكم في اختلاف هنا بص انا مش عايز بالشكل ده لأ انا عايز اشول بس لاجناب السودا كل اللي بعمله ان انا باجي هنا كده وبختار وبشول بقى الجزء اللي انا عايزه شايف انت كده انا كده بتحكم ممكن انا ازل ده بس كده هنا كده لو بحزنا طول ما هي مش تبقى مزبوطة لازم تكون مع كاستم بقى ايه عمل اللي انت عايزه في الفيديو شايف هي كده في تحكم اهو هي كده انا عايز جزء معين من الفيديو هو اللي تعمل لك ربا بس فهنا كده انا شيلت لاجناب السودا اللي موجودة في الفيديو بتاعي وبقى ظاهر بطريقة صحيحة بعد كده عملية القص القص المقص ده بتلاقيه موجود هنا كده. يعني انا عايز اشرح مع الاعدالات اللي موجودة بطريقة سهلة بحيس كل حاجة تكون ظاهرة معي وقانا هنا كده بقى اثناء العمل اتلاقي الفيديو الاتراك الاعلى هو اللي بيكون ظاهر عشان تكون مفاهمين الحتة دي عشان تقص جزء معين من اتراك انا كده واقف على التراكات لو عملت قص بالشكل ده كده هيقص لي كل التراكات اللي جيدا تعطي بعضها. لو هتلاقي كل التراكات يتقصي. طيب انا عايز اقص معين. ما هيقصش كل التراكات. هحدد التراكhi اللي انا عايز اقصه بالشكل ده كده. وهدوس دوسها واحدة. هقص التراك اللي انا عايزه بس. هنا كده هدوس. فيقص لي التراك اللي انا عايزه بس. وهلغي جزء اللي انا مش عايزه بالطريقة دي. طيب. انا دلوقتي قصيت. في طرقة ثانية للأس او في طرقة ثانية للأس. وامتع بكتير. لو جيت ضغطت ضغطة كليكي من كده. انا ضغط كليكي من ضغطة واحدة. هو اصلي الكل عشان انا مش محدد اللي انا هقصه. لو عملت كنترول زد. اخترت التراك اللي انا عايزه الاول كده. اخترت التراك اللي انا عايز اقصه. جبت العلامة القص دي او المؤشر ده. ضغطت كليكي يمين عليه كده. مشيت في الجزء اللي انا عايزه بالمورز بطريقة مرتاحة جدا. اجي هنا ادوس الضغطة التانية. هيقصلي الجزء ده هتلاقيه مأصوص لوحده. قادر ان انا اتحكم فيه احركه ارتبه بالطريقة اللي انا عايزها. طبعا لو عملت كده كده لو حركت كده. انا قادر ان انا. ادمر الاجزاء اللي تحته. وقدر ان انا لغيها ويكون الجزء ده هو الرئيسي بس اللي موجود معي. الجزء ده كده انا قدرت ان انا اقصه واخليه ظاهر في المكان ده. طيب انا عايز احركه. من نص كده له قادر ان انا احركه على الشيء جى في المكان اللي انا عايزه. طيب انا عايز اصغره وكبره. ممكن اصغره بالشكل ده كده. ولكن ابعاد الفيديو بطبوص. شايف انت هنا كده? طيب انا عايز اصغره وكبره وكون محافظة على النسبة والتناسب اللي موجودين فيه من هنا كده قادر ان انا اتحكم بالشكل ده كده وصغره. طيب انا عايز اعمل له روتيت لف في الفيديو عشان يلف بطريقة معينة. هنحاول بس نحرك كده اي حاجة. طيب لين كده. هنيجي هنا كده. ندوس عليه ضغطة. شايف انت من هنا ومن هنا ومن هنا من نص كده. تقدر ان انت تحكم في ابعاده. تبوص شكله زي ما انت عايز. حتى لو هتعكسه بالشكل ده كده. يظهر معك كده. طيب. حتى لو انا عايز اعكس الفيديو كده. كده هتلاقي الكلام اللي فيه غير مقروض. لما تعمله عملة عكس بالشكل ده كده. ستي بتحرك كده لو جيتنا بقى في علامة فوقه هنا كده لعلامة ان انا عايز اعمل لف الفيديو. الفه. احركه في اتجاه معين. يبدأ ان هو يتحرك معي زي ما انا عايزه. هعمل له حاجة اسمها من العلامة اللي ظهره فيه. هنا دي بطريقة سهلة جدا وغاية في الروعة. كده انا عرفت كل حاجة ظهره في الفيديو. هنا بقى دي اداة الاص. دي اداة الكروب. هنا بقى الادة دي بيديك السرعة اللي موجودة في الفيديو. احنا طبعا عشان نقيس الموضوع السرعة مش هتكون ظهرة معايا في فيديو زي ده. هنجيب فيديو تاني نعتمد عليه في السرعة عشان يظهر معنا كل الاجراءات دي. هنشيل بقى الفيديوهات اللي موجودة على دي نعمل لها دليد. ولو انت عايز ترغي الفيديوهات اللي موجودة جوه كمان هنا كده في الميديا عشان اللغبطة. هنا كده. عدل الكل. هعمل لي الغاء. هنجيب فيديو تاني مختلف عشان يظهر معنا اللي هنقوم به. لو جبنا فيديو مختلف شوية عشان نقدر نحن نشتغل عليه ونشره عليه حاجة زي كده. هنجيب الفيديو نعمله افلات هنا كده ونعمل فصل الصوت انا مش عايز صوت للفيديو خالص. وهلغي ترك الصوت مش عايزه انا عايز بس جزء من الفيديو اقدر ان انا اعتمد عليه. لحد هنا كده والباقي ده انا مش عايزه. وجبنا ده كده حطناه عشان يبدأ ان احنا نشتغل عليه. هنلاحس هنا كده هنبص في حاجة في الفيديو ده. هو كل اللي عملون هم عملوا عملية قفز زي ما انت شايف بالشكل ده كده. طيب. هنا كده انا عايز النطة دي. شايف انت النطة دي? هنا بقى مجموعة من الاجراءات هنشرحها مهمة جدا على الفيديو. اثناء العمل من. هنا في حاجات كتير جدا. دي سرعة الفيديو. انا ممكن ان انا اقدر ان انا اتحكم فيها. طيب. ايه تاني في الحاجات دي ميفيد جدا ليا? اللي عايز الفيديو يكون بطيء. بطيء النصف. بطيء بمقدار النصف. هتشوف كده حركة الناس. هتلاقي الحركة بعد بطيء جدا. شايف انت كده? حركة الاشخاص بطيء جدا في الفيديو. لو دست. طبعا انا هنا عملت حزبت الفيديو كله. هنحرك كده. هنشوف. رجعنا الحركة زي ما كانت تاني. طيب في حاجة تانية. في حاجة اسمها قادر ان انا اخلي الفيديو برضو. سريع جدا. اسرع بمقدار اتنين. شوف انت كده. الفيديو اصبح سريع جدا زي ما انت شايف كده قدام عينيك. والمقدار ده متغير وبتقدر ان تعمله او انك بتعمل تحكم في اللي موجودة عندك. وفي حاجة اسمها يعني سبت لجزء من الفيديو. يعني صورة معينة كده. الفيديو قف عندها ويهنك زي ما هنشوف دلوقتي. كده. بص 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 هيقف دلوقتي عند اول ما يوصل للصورة. بس كده. عند المقطع ده شايف انت متحرك معاك. اول ما يخلص هتبدأ الحركة تاني. ده بدي حقا جميل جدا وخصوصا اتحكم فيه. شايف انت بتاع انا قادر ان انا اتحكم فيها اصغرها اكبرها اجيبها في المكان اللي انا عايزه على شلت بقى من اكتر الحاجات المهمة جدا والمفيدة كمان. انت عندك فيديو بالشكل ده كده عايز تباين فيه روعة شوية. بعد حركة الفيديو انت ممكن تدوس هنا كده ودوسها هنا كده. في حاجة اسمها دي يعني عكس الفيديو. عكس الفيديو من حاجات اللزيزة جدا ولا تديك احق اكثر من رائع. الفيديو هيشتغل بطريقة معكوسة. هتشوف كده الفيديو. هتلاقي الفيديو كله بطريقة معكوسة زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم. شايف انت الشخص بدلا ما بينط بتاعت الفوق بينط من فوق اللي تحت زي ما هي ظاهرة معك كده. بدط من تحت الفوق. شايف انت كده? شايف 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 شايف. عكس الفيديو. وطبعا عكس الفيديو دي هيساعدك بصورة كبيرة جدا اثناء عملك على انت تتحكم فيها اثناء التحكم في فيديو هاتك. بس الحاجة دي ما نصحكش بيها ابدا اثناء العمل على فيديو في كلام. لو جبنا فيديو في كلام دلوقتي كده عملنا لاضافة على بتايم لاين. جبنا الفيديو ده كده عملنا لاضافة لو شغلنا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو جينا عملنا وروحنا للاعدالة دي او من هنا كده عملنا هتلاقي في لغة غريبة جدا الفيديو بيتكلم بيها شوف كده. لو غير مفهومة ممكن انك تجربها. النهار ده احنا شرحنا مجموعة من الخيارات المهمة جدا على التايم لاين. اتمنى ان انا ما كنتش تولت الفيديو. انا حاول الفيديوات ما تكونش مبتنطة طويلة. ما تعدش العشر داي. عشان تكون قادر على استعابها وتعلم البرنامج ده كان شرحنا للحلقة التانية والدرس التاني من برنامج واندرشير في المورة انتظرون ان شاء الله في الحلقة القادمة هيكون شرح ممتع وهيكون درس قيم جدا وهنبدأ بقى ندخل في الشغل المهم. دعوات ليكم ودعوتكم ليه مهمة جدا. شكر ليكم ودومتم في رعاية الله.